مبدئيا في السادس من أيار عدت الشغل لدى الأحزاب والمرشحين في أوجها وكل دقيقة محسوبة للعمل خاصة على نوعين من الكتل الناخبة الأولى غير الملتزمة بحزب أو بمرشح والثانية تلك التي لم تكون رأيها الانتخاب بعد أو الممكن أن تغيره في هذه الحلقة أستضيف المرشح عن المقعد الماروني في قضاء زغرتة الزاوية في دائرة الشمال الثالثة مرشح حزب الكتائب في لائحة نبض الجمهورية القوية الأستاذ ميشيل دواهي صباح الخير أستاذ ميشيل صباح النور ومن صبح كل الرفاء والأهل والأصحاب والمستمعين ونحن نشكركم على استضافتنا بهالحلقة نحن نشكر حضورك ومن ضمن صوتنا كمان من صبح كل الناخبين في الدائرة الثالثة بدءا من زغرتة الزاوية فضل خلينا نبلش بما قاله البطريارك الراعي حول الوضع الاقتصادي في لبنان نقلا عن رئيس الجمهورية في الدول برداد ساعد ولكن كل هالمساعدات المالية هي أرود هي أرود مريسرة نعم ولكن كمان هيدا ديون على لبنان ولبنان برد يحمله ولازم كل اللبنانيين يعرفوا يخلقوا هن كمان الاستقرار استقرار السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي البلد مفلس هاللي عم بقول الرئيس البلد مفلس معناتها بحاجة للكل لضبط المال لضبط الفساد وهاللي بدنيشوا على المجلس النيابي هيدا مش نزهة ترفيهية هيدا مسئولية حتى يتحملوا مسئولية بلد بحالة خطر يجب نحن نعيشه مشكورين الدول المعنية فينا بس إن لم يبني الرب والبيت عبسة نطعب البناء سيد ميشيل لبنان مفلس أو غير مفلس ضعنا على طريق الإفلاث نحن هل نحن بحاجة إلى مصح اقتصادي هل مؤتمر سادر هو الحل صراحة يعني أنا حتيكيها هيكي مثل ما بيقولوا حكي الناس اللي بنحكيه نحن بالمجتمعات بين بعضنا أنا مني خبير اقتصادي بس نحن مطلعين جدا على الموضوع وبالحزب مثل ما بتعرف أنت نحن رواد المعارضة بهالموضوع هذا مبدئيا نحن مفلسين مش رايحين على الإفلاث مفلسين ورايحين على الإفلاث التام يعني اليوم مؤتمر سادر غير مؤتمر بريس بالأول كان مؤتمر بريس كان مانح مؤتمر مانح اليوم نحن عم نتدين ومثل ما عم بيحكوا ويقولوا هلأ ستة سبعة مليار وحيوصل الدين لسبعة عشر مليار دولار إذا وصل الدين لسبعة عشر مليار دولار مع فويده يعني حنصير نحن بميت مليار دولار ميت مليار دولار يعني نحن البلد الأول بالعالم لكم مفلسين إذا حبين الشباب يكملوا هاك بلا رؤية اقتصادية بلا خطة إصلاحية ماشي كيف ما كان إنه يلا كيف ما تيجي تيجي مهم بكرة النفط والغاز هو اللي بيعود لنا هاكتن الشباب ماشيين هاك إنه النفط والغاز هو اللي بيعبيننا الدين والوضع إذا ما نشوف إنه اقتصاديا بالعالم الدول المصدرية للنفط عندها عجز بالاقتصاد من تحت إنه على أساس ما في بقى النفط منه بقى هالمادي الأساسية حتى لو كان إنه عندنا نفط وغاز إذا ما في رؤية إصلاحية ورؤية اقتصادية ونقدر تكون بالبلد يحطوها الحكومة نحن رايحين على فلسطين أكيد رايحين على فلسطين بداية وقبل أن نغوص في الملف السياسي نحن في زمن الفصح ما هي كلمة المرشح الأستاذ ميشيل دويهي في هذا الزمن الفصحي يعني نحن عنا عيد الفصح هو عيد الأيامة نحن منفرح ما منزعل لأنه هذا تجدد الإنسان نحن منعيد خصوصا المسيحية ومنعيد اللبنانية جميعا بها العيد ومنتمنى أنه الله ينور عقول المسؤولين عندنا في لبنان حتى بس أنه يهدوا الوضع خاصة اقتصادية رح نسمع نحن وياك بعض من رسالة الفصح التي يتلوها في هذه الأثناء البطريارك بشارة الرائي قوامها نشر كلمة الإنجيل وتعليم الكنيسة وتوزيع نعم الأسرار لتقديس النفوس وتكوين الجماعة المؤمنة برباط الروح القدس روح الحقيقة والمحبة بهدف تحقيق السر الفصحي في المؤمنين والمؤمنات فيتحرر من خطاياهم بنعمة الفداء ويعبر إلى الحياة الجديدة بنعمة القيامة وينعم بالبنوة لله بالمسيح الإبن الوحيد الكلمة الكاملة أو الرسالة الكاملة لصاحب الغبطة نستمع إليها بعد إتمام هذه الحلقة يعني بعد المجز العاشرة والربعة استاذ ميشيل في السياسي نحن في دائرة أساسية الدائرة الثالثة بذكر المستمعين الدائرة الثالثة في الشمال تضم أقضية صغارة الزاوية وحضرتك مرشح عن المقعد الماروني في صغارة الزاوية فيه ثلاث مقاعد مواريني استاذ ميشيل دويهي وبشري مقعدين للمواريني أيضا الكورة ثلاث مقاعد روم والبترون مقعدين للمواريني نحن في دائرة سميت بدائرة الصراع الديوك الرئاسي صحيح إلى أي مدى فعلا هذه الدائرة يعني دائرة إثبات وجود وحضور هلأ هي صراع الديوك الرئاسي منى غريب القصة عن الدائرة لأنه نحن أصلا كان عنا بهذه الدائرة رئيسان للجمهورية من صغارتها من صغارتها كمان بالأساس ودايما كانت صراع على الزعامة بالشمال كانت دائما تضل وكانت ضل أنه صغارتها بالأساس هي اللي مساترة على هالوضع هذا هلأ بالنتيجة اليوم بتغيير الكوة تعدد الأحزاب بين الطيار الوطني والقوات اللبنانية والمرضة وحزب الكتائب وكله أكيد حيقوى الصراع على الزعامة أكتر مش على الرئاسة لأنه هو صراع الأرض زعامة الأرض اللي بيكمش الأرض بيعتبر أنه هو كامش بالسياسة بيكون فارد وجوده أكتر بس إن شاء الله هذا الصراع ما ياخدنا لمحل تاني إن شاء الله هذا الصراع ما ياخدنا لمحل تاني أول من دخل إلى صغرطة صغرطة عم نحكي التكوين العائلي كحزب هو حزب الكتائب حزب الكتائب أصلا أول حزب بلبنان دخل على صغرطة من زمان حزب الكتائب من 41 دخل على صغرطة وقت اللي طلع الشيخ بيرج ميل عمل أحتفال وعمل عمله خلوة عملوها بأهدن مع مهرجان عنا أرشيفه إذا بتشوفه بتقول اليوم ما بيصير وحزب الكتائب ضل مستمر بهالموضوع حتى تقريبا لحرب الخمسة وسبعين كان بعزقوته المسيحية في كتير انتسابات كان بصغرطة وكان وضعه بصغرطة هو أول حزب كان عنده انتسابات خاصة بقضاء صغرطة وبشمال كله بالأساس وبتعرف بسبب الأحداث اللي صارت والتهجير والوجود السوري اتغير الوضع وطلعنا برات اللعبة لأنه صارت التهجير أثر على سياسة الحزب لهالسبب نحن صار عنا شوية ضعف بهالموضوع بس نشكر الله رجعنا بعد الخروج السوري من لبنان رجعنا رجعنا على كورونا ورجعنا اشتغلنا مزبوط على الحضور ورجع حضورنا موجود ولأنه عنا أساس كان صار عنا ترشيح بصغرطة استاذ ميشيل دويهي طبعا لا تزال العائلية والبعد العائلي هو يعني أكثر خضورا في صغرطة الزاوية إلى أي مدى يمكن بحالة مثل حالتك أن تزاوج بين التمثيل الحزبي وبين التمثيل العائلي على هي هيدي بالأساس كانت مشكلة وهيدي على أساسها صارت المشاكل لعنا بصغرطة بين الأحزاب والعائلات بفترة 78 وغيره بس بالنتيجة العقلية تغيرت والسياسية تغيرت حتى بلبنان طبيعي طبيعي أصلا هالأحزاب من وين مكونة مكونة من هالعائلات مكونة من أبناء هالعائلات وطبيعي أن الأحزاب تبرم يكون عندها من أبناء العائلات أن هني معروفين حتى يكونوا عم بيشتغلوا معهم ويراهنوا عليهم الموضوع العائلات اليوم ما أنه بقى مثل ما كان بالأول والأحزاب أنه هايدي شيء غلط وشيء أنه محرم لا بالعكس اليوم بيوجود يعني هالشيء اللي عم بيصير مع الشباب والصبايا تغير الموضوع نهائيا وما عادت هالمرض هدا يعتبروه بالأول هلا أكيد أكيد في تنافس وفي صراع لأنه هايدي عائلات عمرها عمرها مئات سنين مرسخة زعاماتها وأكيد ما حدا بيحب التاني يجي ياخد مثل ما بيقوله محله بسه ما حدا عم بياخد محل ما حدا هذا تنافس ديمقراطي ومنتمنى يضل تنافس ديمقراطي واللي بيربح طبعا بالليحة لائحة نبض الجمهورية القوية فيها ثلاث كتائبيين مرشح عن صغيرة الزاوية اللي هو حضرتك السيد ميشيل دويه مرشح عن الكورة اللي هو البير اندراوس ومرشح هو النائب سامر سعادي إلى أي مدى هذه التركيبة تخدم أولا اللائحة وسانيا تخدم الحاصل الانتخابي وتخدم أيضا يعني حظوظ الفوز كمرشحين لحزب الكتائب هلا مثل ما بنعرف تركيب اللوايح يعني كلهم تابعين تركيب اللوايح نحن بالأساس كنا يعني عم نطمح أنه نكون نحن ونركب اللوايح بطريقة نحن والمصطلين وحركات المجتمع المدني بس بالنتيجة نتيجة المفاوضات اللي صارت لقاينا والقوات حتى كمان كانوا بهالجوه هذا لقاينا أنه أفضل شي نكون مع بعضنا لأنه هي الدائرة الدائرة بطبيعتها بطبيعتها السياسية والمتشابكين نحن مع بعضنا كلنا أوعدنا بقى أفضلنا أنه نركب تحالف نحن والقوات ومعنى حركي معنى شباب مستقلين ومعنى اليسار الديمقراطي بذات الوقت يلي دكتور أيسر معوض دكتور أيسر معوض كشخصية مستقلة ومعنى جورج منصور من اليسار الديمقراطي يعني يعني مشكل ليحتنا هلأ بتقل لي أنه بالنسبة للكيف عاملين حساباتنا عاملين حساباتنا بتعرف هذا بالأساس تنافس ديمقراطي في الحاصل الحاصل كلنا متفقين علينا نجيبه وبدنا نجيبه لأنه بتحالفنا مع بعضنا هلأ نحن رفعنا الحاصل وهيدي كنا تنامنا بحاجة للبعض الكائن القوات والكائن نحن أنه تنرفع الحاصل بالنسبة للصوت التفضيلة الصوت التفضيلة هايدي أكيد كل واحد بده يشتغل ويتنافس تيجيب صوت تفضيلة لأله وبيرجع كمان يعني خصمك بصغرته هو المرشح ماليو هلأ هايدي هلأ هايدي 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 هو القانون اللي اللي فوت هالصبع ده هو اللي اخترع هالقانون فوت هالصبع ده على أساس أنه خلت تنافس ضمن اللاحة هي أصلا إذا بترجع على صوت تفضيلي هو وان من وان فوت هاي اللي كان يطالب فيها حزب الكتائي الدائرة الفردية الدائرة الفردية بس خلطوها بطريقة عجيبة غريبة وجبروا المرشحين يصيروا بها الوضع ومش وحدنا نحنا بهالليحة أنه حن حننافس بعضنا كل اللي لويح بلبنان حتنافس بعضها وهيدي المشاكل اللي عم تنتج على كل حال نحنا نحنا عم نحاول نحنا والحلفة اللي معنا أنه نصل لحد أدنى مشترك من اتفاق معين حتى نكون لأنه نحنا بهمنا بالنتيجة نربح نحنا بهمنا نربح الحاصل نربح بأكتر عدد ممكن من المقاعد والهم التاني كل واحد بهم والهم التاني كل واحد هو يشتغل بهمه يكون أنه الصوت التفضيلي طبعه يكون عالي نعود للاستماع إلى بعض ما يقوله البطريار كررعي في سيرة رسالة عيد الفصح ومن ديونه المتفاقمة وعجزه المتصاعد ومن الفساد المستشري في المؤسسات العامة والتهرب الضريبي ومن الزيادة في الانفاق بهدر ومن دون حساب وكثرة التوظيفات من دون انتاج وحالة الفقر والحرمان الأمر الذي ينذر بوضع اقتصادي واجتماعي ومعيشي صعب يهدد باهتزاز الاستقرار الداخلي إننا نتطلع بإيمان إلى الحي بين الأموات القادر على أن يقيمنا من واقعنا المقلق بقوته الفاعلة عبر الإرادات الطيبة ومن خلال رجال دولة مدركين مسؤولين متجردين ونأمل أن تأتينا الانتخابات النيابية المقبلة بمثل هؤلاء بالرغم من المخاطر التي يسببها القانون الانتخابي الجديد على صعيد الديمقراطية والميثاقية اللبنانية والتعايش الوطني وحرية الترشح وحرية صوت الناخب المحاصر بخيار النافذين والبلوكات المذهبية والمالية والإعلامية نحن في زمن أحوج ما يحتاج إليه لبنان فيه إنما هو خلق الدولة الوطن التي تؤمن بالتعددية والتي إليها يتوق شبابنا اللبناني الواعد والواعي لا الدولة المذهب التي تناقض الميزة التعددية وتفرض الأحادية ربما من حيث لا تدري وتزعزع الوحدة النموذجية ولذا ينبغي العمل الجدي على أن ينخفض الشعور والولاء الطائفي والمذهبي تدريجيا وينمو الشعور والولاء الوطني تصاعديا الملح اليوم هو إنقاذ الوحدة الوطنية ومن أجل إنقاذها يجب تقوية الدولة والعمل على إصلاحها وتحريرها وتحييدها وجعلها دولة الحق والعدالة والقانون إن المؤتمرات الدولية التي تنعقد تباعا في روما وباريس وبروكسيل لعلامة رجاء ترتسم في السماء لبنان لا سجم وأن الدول التي تنظمها وتشارك فيها وتلتزم بتوصياتها مشكورة تبين أنها معنية بقيامة لبنان كي ينعم بالاستقرار الداخلي والازدهار الاقتصادي وبقواه المسلحة الدستورية وكي يتمكن من إنهاد شعبه اللبناني من فقره ومساعدة الإخوة النازحين إليه واللاجئين في حاجاتهم الأساسية وتجنيبهم الفقر المتقع وكي يعمل في الوقت عينه على توحيد الرؤية في مساعدتهم للرجوع إلى أوطانهم لا سيما وأن لبنان بات مرهقا بالعبء الناتج اقتصاديا واجتماعيا وديمغرافيا استاذ ميشيل دويهي طبعا استمعنا إلى بعض ما ورد فيه رسالة الفصح لصاحب الغبطة طبعا بشقة السياسي بشقة الخاص ببناء الدولة تحدث عن ديون عن فساد عن هدر عن توظيفات سياسية وهذا ما حذر منه حذر من اهتزاز الاستقرار الداخلي ماذا تقول يعني غبط البطرق عم بيحكي وجع الشعب واللي هو حزب الكتائب بشخص رئيس والشيخ سامي والمكتب السياسي بالبيانات اللي بنعملها عم نحكي زيت الوجع وزيت الخطاب وهذا اللي نحنا بدرنا فيه بالبلد واللي حاربونا على اساسه كلهم واعتبروا انه هيدا شي غريب انه نحنا عم نفضح شي ما لازم نعمله شعبويين شعبويين وحاربونا كتير كتير بهالموضوع السين اللي هلأ عم بيحاربونا فالتين بالبلد يعني عاملينه مزرعة للصراحة مزرعة عم نعود بين الناس وعم نسمع الناس شو عم تعمل عم نسمع بالتوزفات اللي هلأ عم بتصير بارحة قرينا من مصدر مسؤول بالدولة انه فيه بحدود ألوف الوظائف بالتعاقد كانت انه لغايات انتخابية وغايات سياسية طب هايدي شو عم بتحمل عبق على خزينة الدولة من عدد ضرائب اللي زادوها واللي هلأ ندمانين عليها بس ما فرقاني معهم لأنه ما عندهم حل تاني وهذا اللي كنا نحنا تحزبها تائب طلبنا فيه انه الضرائب قوعها ما تقربوا عليها هايدي بتمس جوهر جوهر الناس ما كانوا عم بيقبلوه واعتبر انه خلص الناس مبنجي ما فرقاني معهم وضغطين على الناس بطريقة متعيشون وبطريقة انه خلوا الناس تستسلم يعني تركوا الناس بوضع انه تستسلم خلص صار الانسان بيقلك اخي انا ما هم اكل ما هم عيش يعملوا لبا الدنيا وهذا اكبر خطر على البلد ومن هون نحنا منطلب من الناس واليوم جاي الوقت انه تحاسب للتغيير كأنه يعني تشاطر ما قاله صاحب الغبطة بهذا الموضوع يعني عم بيتأمل هو كأنه عم بيقول ان شاء الله مش اكيد انه هذه الانتخابات يجب ان تنتج رجالات دولة مسؤولين مدركين و متجزيرين احنا مع دعاء غبطة البترك ومنتمنى هيدا الشي ان شاء الله يا رب هايدي بترجع للصندوق يوم ستة ايار ايزا الناس كله هلا على مسؤولية الناس مش على مسؤولية المسؤولين بالدولة والحكومة اليوم اليوم مسؤولية الناس صوت الناخب نحنا كلنا سوا ومنقول بدنا التغيير اليوم ما يخلوهم يضغطوا عليهم لا بالمادة لا بيمعيشتهم لا بيلقمتهم يقوموا يسوروا وغيروا ساعتها بتكون دعاء غبطة البترك واللي عم بيقولوا حزب الكتائب والمعارضة انه التغيير ساعتها بيحصل بس اذا هيك نحنا الشعب ما رح يغير بصدق الانتخاب ما رح يمشي لكن كمان البترك بذات الرسالة حزر عم بيقول انه صوت الناخب محاصر ببلوكات سميها المالية والسياسية والألمية عم بيحكي صح غبطة البترك عم بيسمع وجه عن الناس عم بيخبروه بيجو بيعترفوا عنده عم بيعرف كل الأمور هيدا الصحيح نحنا على الأرض وعم نشوف في ضغوط مالية على الشعب وأصلا مفقرين الشعب حتى يقدروا يستغلوه والمال موجود وينما كان عنده وهذا اللي عم بيصير بالدولة هيدا هيدا الخدمات اللي عم بيعملوها هيدا عم تعملوا النوع من الرسمية المعين حتى يقدروا يبتزوا الشعب هلأ بتقنيات الترشيح واللوائح زهاب طوني بايك فرنجي وميشيل بايك معوط كلهم في اتجاه هل هذا يختم الخيار السالس الفرصة السالسة هلأ هو الواقع بصغرتها أنه القانون القانون النسبية فرض علي أن الافتراك لو ضل القانون الستين مثل ما كانوا عملوا تحالف بالبلدية يمكن كانوا رايحين حتى على تحالف مع بعضهم بيعتبروا أنه بلوك كان بالستين هي الأكترية اللي بتربح كانوا بيسكروها بما أنه القانون النسبية رغم مساوئه الكتير خلها الافتراك يصير وأصلا أنه كان في افتراك بين بعضهم بالنظرة السيادية وبالنظرة السياسية للبلد طوني فرنجي بخط 8 أدار وكان ميشيل معوط بخط 14 أدار اليوم بهذا الأنون العجيب حتى ميشيل معوط تحالف مع طيار الوطني الحر اللي هو كان حليف المرد واللي هني 2 و8 أدار بقى أنوخ غريب عجيب أكيد حيسمح لطرف الثالث اليوم أنه يكون موجود أو تكون نتيجة يربح هذه بترجع للنتيجة بس اللي مبين اليوم أكيد افتراق بهالعانون هذا حيحتم أنه كمان يترك مجال لغير طرف أنه كمان يفوت على المعادلة السياسية اللي هي الأحزاب أكتري بس هذا لا يعني أنه كل حليف سيكون ضمن التكتل حفظ الألقاب سيكون بتكتل تغيير والإصلاح يعني نحن حضرنا مقابلته مبارح على الالبسي وحكي هو يوضح بس نحن يعني معلش ما رح نقطنع أنه ما رح يكون بالتكتل بس الوزير بس كان عم يقول بحضور صحيح صحيح بمهرجان أنه نحن تحالفنا أبعد من تحالف صحيح صحيح موري يستشهد وضح لخط السيادة بس بالنتيجة اليوم السياسة عم بتغير أمور كتير يعني ما في نعني اليوم أستاذ ميشيل معواد أنه ما رح ينضم لتكتل التغيير والإصلاح مش معقول تكون مصلحة زواج مصلحة لفترة جمعة ولا شهر ولا شهرين وبعدين يعني لاجي برون بيسي التيار العوني حيكون هالقد مع تيار الوطني الحر مصلحته يكون مع تيار الوطني الحر لأنه لو كان مظبوط أنه ما أنه مقتنع بموضوع التيار كان عنده خيار إذا ما كان مع القوات اختلفوا بيهم بشي كان بيقدر يكون مع الكتائب لأنه أقرب شي هو ذات الخط ذات التوجه ذات التوجه السيادة ضد الفساد اثنين كانوا بيقدروا يكونوا مع بعضون ويربح كان كمان يعني لو مختلف جبران باسيل واسلامان الفرنجي كان اليوم مشيل معوض خارج تحالف التيار طبيعي طبيعي هايدي طبيعي هايدي بالسياسي طبيعي السيد مش دواهي ترشيحك في صغارة الزاوية هل يأخذ أو يأكل من صحن النائب استفان دواهي تحديدا كون انه استفان دواهي ومشيل دواهي ينتميان الى ذات العائلة طبيعي مش هايدي هي المقصودة صحيح انا من هالعائلة الكريمة وبشوف نفسي انا بفتخر ان يكون من عائلة دواهي عائلة اعطت الدسين وبطارك وشهد للوطن وبفتخر انه هايدي العائلة كانت على مدار تاريخة من وقت انشئت لليوم هي ضمن الخط السيادة ودفاعا عن البلاء كنت على علاقة جيدة مع بون اسمعان خالي بيكون ونحن كلنا اهل وقرايب على التنافس السياسي تنافس مشروع صحيح انا ابن عائلة وبفتخر انه يكون بمثل عائلتي حتى بس بذات الوقت انا بمثل حزب الكتائب ومرشح عن حزب الكتائب ومش واحدة المرشح بصغرتها وهذا القانون مش بس انه انا عم بنافس ثلاث مقاعد بصغرتها لانه القانون بيسمح لك هذا الموضوع وهيدي انتخابات لازم تكون مثل ما بنتمانيها ديمقراطية والنتيجة للصندوق بستة ايار الناخب هو اللي بيقرر انه انه مين بيكون وسبعة ايار من هني الربحين ومنقولها رضلك للخسرة طبعا احنا بننذكر انه هذه الدائرة مثل ما قلنا بالضم اقضية بشري البترون الكورة وصغرتها الناخب المسيحي يشكل النسبي الاكبر في هذه الدائرة تقريبا المسيحيين حوالي ميتان وواحدة وعشرين الف ناخب من اصل ميتان وستة واربعين صحيح برأيك هذه النسبة يعني من نسبة المقترعين قياسا الى عدد الناخبين دائما توقعينا يعني متوقعين تزيد نسبة الاكتراع بهالدورة هاي دي لانه يعني عندك تسجيل الاختراب اللي تسجل باختراب هذا زيد بالاول كان الاختراب يعني تلهم يجي على لبنان تعرف مصاريف هلا صار سمحوله يقترع بالخارج هاي دي حتزيد من نسبة الاكتراع وانا برأي الصراع متل ما كنت وذكرت بسؤالك الاولاني صراع الديو حيحتم انه زيدت الاكتراع هالمرة حيحتم ودخل كمان على الخط انه اليوم في جماعات المصقلين وحركات المجتمع المدني اللي هدا انه كل العالم بدا تشارك ومنتأمل تشارك وتزيد الاكتراع حتى انه يصير فيه تنافس صحيح وفيه ممكن اربع او خمس لويح فيه يوم في خمس لويح اربع لويح اربع لويح برأيك اللاقح الرابعة هل ستبلغ الحاصل الانتخابي منتمنى منتمنى بالاكس نحن منتمنى انه اللاقح الرابعة المكونة حتى من من شخصيات مستقلة من الحركات المجتمع المدني منتمنى ومنشجعها ومنحمسها لانه بالنتيجة هدا كله لصالح لصالح انه متل ما عم يشوف انه الوضع صعب شوي الوضع صعب شوي فيه تكتولات كبيرة بالمنطقة ولا مكن الاتجاه التحالف مع هذه الشخصيات المستقلة او من المجتمع المدني طيب حانا حكيها بكل صراحة وانا حكيها ايكي بالدرج متل ما بيقولوا متل ما عم نحكي بالسالون اللي بادر واطلق المعارضة بلبنان هو حزب الكتائب وبشخص رئيسه الشيخ سامي جميل ونحن اللي خلينا خطاب الرئيس جميل اللي خلى كل حركات المجتمع المدني اللي بتقول عن حالة حركات مجتمع تزل على المعارضة وتبين حالة حتى بعد احساب السلطة عندين استالحقوا انه على اساس يقدروا يفوتوا بالموجة الشعبية انا عم بوجه لحركات المجتمع المدني بس مشكلة حركات المجتمع المدني اللي انبسقت فيه منه واعي وعارف حلو الرايح والاكترية منا كلهم يعني كلهم راحوا اخدوا مثل كأنه عم بيعملوا مثل الثورة الفرنسية والثورة الفرنسية وقت اللي صارت وعملت هادي كلهم يعني كلهم نتذكر كلنا قارين التاريخ وبداش ضلت كذا سنة بلخبة تكبيرة تقدرت رجعت ركزت الثورة الفرنسية ومشيت نحن بلبنان الشبيبي اخدوا الكل بجريرة بعضهم وما بدن يتعاملوا مع حزب الكتائب لأنه كان بالسلطة هادي خلت هالعقلية هادي بخلال نحن تحاورنا مع هالشبيبي انه التانية حالة في نحن وياكون حتى كنا متسهلين بطريقة انه نحن ما راح نسمي على الكتائب هادي ليحة كتائب هادي ليحة المجتمع حتى ما فتنا معهم بمقاعد المهم مين ما يربح يربح بس انه نكون نكون كلنا سوا عقلية كانوا بغير طريقة انه هن مقتنعين انه اذا فاتوا واحدهم حيربحوا وما بدون حدا كان من ريحة السلطة وهذا خطأ كبير برأيي خطأ كبير جدا لقلهم بالأساس وفوتوا علينا فرصة انه نعمل تغيير معين بهالموضوع وحتى هن يتبين انه مش متفقين مع بعضهم رغم ذلك نتمنى له نتوفيق نتمنى له نتوفيق ومنتمنى انه يربحه حتى يصيب التغيير للكل هذا منانع يعني صغارة الزاوية بواقعة اليومة طبعا تعاقب على صغارة الزاوية رئيسان الجمهورية ونواب تقريبا ما تغيروا على حقبات طويلة هل صغارة الزاوية بلغت يعني مستويات مقبولة من الانماء نحن صحيح مرأة علي عنا نحن بتعف صغارة زعاماتها تاريخية من اساسا من الالف وثمام مية وقبل كانت الحاكمية لهي لأهدن وهذا وبترجع بعدين من التسعة وعشرين لليوم من اول مجلس نيابي كان الا صغارة شرف التمثيل بس انا بقلك حالة صغارة متل حالة البلد كله مرح انطقب وقول انه شو عملوا وشو ما عملوا فيه شي نعمل بالزمان يعني كان انمائي معين بس متل ما انه كان مرأة علينا اتنين هلا الرئيس الرئيس شهيد روني معوض ما استلم ما فينا نحكم على الموضوع وهو رجل انمائي وقالله يرحمه كمان الرئيس فرنجي انا برأيي كان لازم يصير يعني صغارة تكون اكتر من هاك احسن من هاك انمائيا بكتير بعض منه تعاقب على الزغارة يعني اليوم وزارات زغارة ما تركت الحكومة ابدا مسالة كان الوزير اسليمان فرنجي وزير صحة وحتى كان عنا الوزير اسفين دويه ووزير شؤون يعني انا بيحترمون وبجلون بس كمان ما كان يعني كانت زغارة لازم تكون احسن من هاك بكتير انمائيا انمائيا عملوا اللي بيقدروا يعملوه هن بيبرروا انو الدولة ما ساعدتون وكل المشاريع اللي جيبوها على الضيعة جيبوها بالقوة من الحكومة بالدولة هذا عزرون بس كان منو عزر لانو كان فينا نشرع ونحارب قدمتنا انو نعمل المشاريع مش انو انا اجيب مشروع افتح طريق ولا اعمل مثلا خدمة معينة لا نحنا كان بدنا نواب يشرعوا بقلب مجلس النواب تنجيب المشاريع لها الضيعة لهالكضاء هيدا وننمي ننمي الريف اليوم الريف ما في مهجر الريف كله ببيروت كله بالمدن ما حدا بيطلع على ضيعته الا بالعياد او بالمناسبات صغرت المدينة بس انو فيها حركة وحتى صغرت المدينة السوق التجاري ميت فيها ما فيها ما فيها لانو كل الريف مهجر مهجر هو من تلقاء نفسه انمائيا اقتصاديا نحنا اللي عم بيسمعنا بنا نقنعه انو في مثل بيقول قديم بتعرفه ولا جديد تتعرف لك نحنا بنا نجي نقل له هذا الجديد يحمل مشروع ماذا يحمل ميشيل مدويهي كمشروع انمائي او سياسي لديرته لك دي احنا كحزب عملنا حملة ناس 2018 ورحنا سأل الناس ببيوتها وبمحلاتها وبمكابل شو وجعها شو مطلبها وجمعنا من هالناس كل هالنوتات هايدي وحطيناها بمشروع سميناه مشروع 131 اللي مكون من 131 نقطة بتمس جوهر الناس اقتصاديا وإنمائيا وبيئيا واجتماعيا وهال 131 نقطة طموحنا انه اذا قدرنا كوننا كتلي بمجلس نواب مع حلفة لقلنا انه النفذ النفذ كله اذا ما نقدر وما قدرنا النفذ القسم الكبير وخاصة اللي مهم منه بالنسبة لقالي انا كمرشح عن قضاء صغرتها وطامح اني اخدم قضائي انا تقريبا هالمشروع هو زيته على مصغر على قض قضاء حشيل منه اشيه كتير وركز اكتر شي على الناحية الاقتصادية الانمائية الاجتماعية والبيئية يعني الانماء اهم شي الانماء انه نشجع الاستثمار بقضاءنا نخلق فرص ننشئ مصانع ننشئ معامل حتى نكون فرص عمل ما يعيد هالشباب اللي عم بيتخرجوا والله الصبايا يروحوا يشتغلوا ببيروت يا كله يوم عم بيهاجر على الدول العبية وافريقية وغيرهم اليوم لم تخلق فرص عمل لها الشباب هولي بيبقوا باردن بتخفف الضغط عن بيروت وبتنمي انت بتنمي منطقة قضاءة كله سواء تجاريا واجتماعيا بيقوى اكتر بدنا نبلش باللا مركزية الادارية اللي هو هيدا مطلب حزب الكتاب مش من اليوم تاريخيا هيدا مطلب حزب الكتاب واليوم بقيادتنا كمان مع الشيخ سامي عم نشد ونصر على الدولة واللي كلهم كانوا رافضينه كلهم اليوم عم بيطلبوا انه النفذ اللي مركزي بس ما حدا عم بياخد المبادرة السهون لليوم لانه ما في رؤية بالحكومة اللي ريك باليوم رؤية تنموية او اقتصادية في رؤية مين بده عبي اكتر فيه مثلا وليد بيك جملا دايما يطالب بفروع لجامع اللبناني بمنطقته بشوفه وبعلاي هلما انه الحدث مش كتير بعيد يعني شوفه علي برأيك خدمة الجامع اللبناني في طرابلوس تأمن حاجات منطقة صغارك الزيمة انا كانت بدي اكمل حديثي بهذا الموضوع يعني ان احنا فتنا بالموضوع الانمائي ونكمل بالموضوع كمان ما ننسى البيئة هجاوبك ع سؤالك كمان ما ننسى البيئة البيئة اليوم لازم نعيره اهتمام كتير كتير قوي نحنا ما عنا شبكات المي مظبوطة نحنا ما بنشرب المي من الحنفيات نحنا عم نشتري صحة يعني متل ما عم ندفع فيتورة الكهرباء مرتين متل ما عم ندفع فيتورة كله مرتين كمان فيتورة المي عم ندفع مرتين الناس بتعبي بالخزينات وما عم نعرف شو عم بيعبوا مي بالشبكة الأساطي المضروبة مجرير ما في شبكة مجرير اه يعني هيدا كمان هيدا مهمة لصحة الناس وهيدا هيدا هيدا تضرب الزفت في كتير نعم زفت في كتير على كل حال يمكن نيحة بلق لي لانه عملوا شي وكبوا زفت اصحاب انت هو الوزير في نيانوس على راسي كلنا رفقوا اصحاب يعني تطلب منه خدمات لا انا ما بطلب خدمات لهذا الموضوع ابدا اه مش لانه بدأ اطلب نحنا عنا مبدأ معين بهذا الموضوع وانه بيعرفوه ونحنا ممطلوب بهذا الموضوع هلأ يمكن نو بيرأيوا عم بيعمل شي منيح ما راح كمان انه في محل انمائيا ينكبوهم ما ينكبوهم بس كمان ما نحل هيدا يعني هيدا بالنتيجة احنا عم نوزف مواد الدولي لغاية معينة مع انه ما راح نفقد هذا الوضوع للاخر لانه كلنا عم بيعملوا بالبلد مش وحده هوي بس بالنتيجة كله غلط هيدا كله غلط لانه نحنا عم نسخر موارد الدولي لغاية معينة يمكن تكون منيح هم حل بس في كتير شيء منيح ابدا تاني شيء سألتني انت بالنسبة للجامعة اللبنانية اليوم قضاء زرتها عدد سكين يعني اليوم كل الشبابة عم تنزل عالجامعة اللبنانية وهي الجامعة اللبنانية نحنا لازم نقو بيها وهيدي لازم تكون هي نفتخر فيها انه نحنا الجامعة اللبنانية عم تعلمنا ولادنا بي بي يعني بي بالش وبدنا ننفع شاغل انه الجامعة اللبنانية خرجت كل زعانة وكل مسؤول مفكرين كله تلاتة رباعة من الجامعة اللبنانية وهذا هدفنا انه نقوية وندعمها انا بيرأي اي لأ بدنا نحنا الجامعة اللبنانية يكون عنا فرع بين القضاء بين الاقدي اللي هي اليوم الدائرة الثلاثة بشري الكورة البترون نزرتها مثل ما الجامعة الانديو موجودة مثل ما جامعة القديس يوسف كلهم موجودين بهالنقطة هايدي لانه بالنتيجة هايدي التواصل كله مع بعضو كمان منطالب بالجامعة اللبنانية هتكون معهم بهالنقطة هايدي حتى نكمل نكمل هالسرح السقافي هيدا تنقدر انه نريح اولادنا بعلمهم وبسقافهم قبل ما انهي مع استاذ ميشيل دويهي بنداء موجه الى ناخبي الدايرة الثالثة وتحديدا صغارة الزاوية خاصة بموضوع الصوت التفضيلي اسئلة سريعة هل ترشيحك اثر على العلاقة الشخصية العائلية مع المرشح استفان دويهي مثلا لا لا هلا اكيد هدا تنافس التنافس تعرف ما حدا بيرضى انه حدا ياخده محل تاني ولا هدا يخسر ولا هدا هدا شي طبيعي وهيدي الطبيعة البشرية بس بالنتيجة نحنا اهل ونحنا اخوي ورفقة هدا تنافس ديمقراطي ومطل ما اخلنا زكت سابقا ستة ايار سبعة ايار بتطلع عن النتيجة اللي بيربح منهني واللي بيخسر متنلو هارد لكم ونرجع اخوي ونشتغل كلنا لصالح البلد بتمنى انا وبطلب منهم كلهم ومنطلب من نفسنا مين ما يربح يرجع ويتعاون ونتعاون كلنا لصالح القضاء هدا لانه بالنتيجة ولادهم وولادنا كلهم عايشين بها البلد اتنين طبعا ترشيحك بدون استئزان من احد قوى سياسية في صغارة الزاوية ولكن هل مورسة ضغوطات لسحب ترشيحك او لمنعك من الترشيح؟ لا هيدا ما صار ولا بيصير يعني ما صار اصلا مشان نقول بيصير ولا بيصير معي انا شخصيا ومعنى نحنا كحزب كتابة ما منقبلها اصلا تاريخنا بيدل انه نحنا ما منقبل الضغوطات ولا بهمنا بس بالنتيجة هدا كله ما صار ايه بتقلي ضغط سياسي ضغط انه ضغط عم بيشتغلوا ضدك ايه عم بيشتغلوا ضدنا الاخير لانه السهل العقلية مع الزعيمات انه ما بدنا نفوت احزاب على الضيع وهيدي انا بطلب من هاش صبايا والشباب والناس انه تنبع هالموضوع هدا لانه اليوم ازا نحنا اه ترشحت وتجرأت انا وترشحت طبيعي هايدي هلا كتير بيعتبروها بصغرتها انه انا ترجقت وحزب الكتائب رشحني بصغرتها انه قدام هالمد هيدا الزعيمات المرسخة تاريخية انه ما بيقبلوا احزاب لا نحنا ترشحنا تودي رسالي وقول لكل صبي وشاب انه ازا صار التغيير معنا حيكون كلكم لكم مستقبل كل انسان كل صبي وشاب عنده طموح بيصير عنده مستقبل واناعة انه يقدر يوصل ونحنا منكون انه انا بفتخر انه انا جرأت وترشحت مش من اليوم انا رشحني حزب الكتائب بالالفان وثلاث عشر بالالفان واربطعش وهلا ترشيح رسمي انه في انتخابات وترشيح جدة وهيدي بتمنى من هالصبية والشباب انه هايدي رسالة كبيرة لقالهم يروحوا على التغيير لانه هايدي بتسمح لهم كل انسان عنده طموح بيجرب وبيقدر بيوصل بعد في شي احتمال انه الانتخابات ما بتحصل بموعدها بتعرف نحنا بلبنان بلد العجيب وكل ايام ننظل نقول انه ما في انتخابات ما في انتخابات وتثبت ما في انتخابات وكانوا قبل الانتخابات هلا بشي شهرين عم بيقولوا انه كبروا عقلكم وما راح توصل الانتخابات لوقتها بس لا نحنا منتمنى ان شاء الله ما بيكون في هيك ومنتمنى تصير انتخابات لانه بس تنودي رسالة لو كان التغيير حتى ما كان الطموحنا بس يكون فيه نوعا من التغيير تكون اساس وبداية لتغيير شامل ان شاء الله بالدورات اللي جاي طبعا طبيعة القانون تحتم على المرشح انه يهتم بقضاءه مش بالدير يعني مريحينك من الشغل بالبترون وبالكورة وبالبشاري تركز العمل على الصوت التفضيلي في القضاء نعم هي صحيح هيك هلا هذا القانون هيك بيسمح بس بالنتيجة كليحة نحنا او كمرشحين كتائب وكليحة عم ننصق مع بعضنا بطريقة مثل كأنه انا سايعا بيخدم بصغرطة بس كأني كمان عم بيخدم بالبترون وببشاري وبالكورة والعكس تمام يعني هيدا هو التحالف بيكون وهيك هيكون ويظل انه نحنا حنودي رسالة تكون مثل للكل كب بيكون التحالف الى اي مدى الصوت المستقبلي الصوت السني في المنطقة بتوجيه من غيادة التيار المستقبل بأطاء الصوت للايحة التيار الوطني الحر الى اي مدى مزعج هذا للحاصل الانتخابي للايحة تكون تحديدا هلا هو يعبر انه الصوت الاخوان السنة عنا بكضاء صغرتها واللي اليوم طيار المستقبل هو عنده نسبة معينة فيهم بس كمان مش هالنسبة الكبيرة يعني متل ما كانوا متصورين بالاول في افريقاء تانين عندهم هلا متل ما عرفنا انه هو وعد تيار الوطني الحر انه بيعطيه الاصوات بالاول كان عم بيقول بده قصمهم اي بده قصمهم بين التلاتة منا مزبوطة مبين انه اليوم رايح باتجاه التيار على كل حال يعني تجير الناس منه بالامر الهيئ ان تجير هاك الناس واناعة الناس انك تبرمى من محل لمحل ونحن بالنسبة لانك لايحة ما راح يأثر علينا اخيرا طبعا وجهت نداء ولكن ماذا تقول مباشرة للناخب في صغرتها الزاوية انا بوجه نداء لأهلي بصغرتها وللصبايا وللشباب بستة ايار خلو يكون موعد التغيير انتو بقيتكن هلأ التغيير لانه اذا ما غيرتو هلأ ما فينا النق بعدين منكون عتينا الشرعية زيتا للفساد وللفوضى وللنهب بطلب منكن مش بس لقلي انا لكن بتشوفوا كل انسان مستقلوا فيه عنده طريق التغيير صوتونو وصوتوا للتغيير وبتمنى انا كمان انو تصوتوا وتعطوا صوتكم التفضيلة بكضاء صغرتها لقالي انا مشيل الدويهي وبتمنى منكن تكونوا نبض التغيير واخيرا اللائحة ستعلن بشكل رسمي غدا في بشم الزين بكرا عنا احتفال اعلان اللائحة رسميا ساعة خمسة بالكورة ببشم الزين بالكاونتري كلاب عاملين احتفال اعلان اللائحة وحيكون فيه كلمات للمرشحين كلون وبتكون الصورة الرسمية ونبلش على الشغل الرسمي للليحة كتحيله في الليحة واحدة بالتوفيق استاذ ميشيل دويهي مرشح حزب الكتائب اللبناني في الدائرة السالسة التي تضم البترون الكورة صغرتها زاوية وبشري فاصل اشتركوا في القناة